أهلا بكم من جديد دلوقتي معنا نمازج من شباب مصر قدروا أنهم يلفتوا أنظار من خلال مبادراتهم وحملاتهم التوعوية الخاصة بالأسرة المصرية قدموا مبادرتين مهمتين هدفهم الحد من مخاطر الزيادة السكانية والعمل على تنمية البلد وده من خلال حملات توعية بتستهدف كل الأسرة المصرية أو كل الأسر المصرية خلينا نرحب بجنة خالد مؤسس حملة إحنا في البعدين لتوعية الأسرة المصرية ومحمد طهو مؤسس مبادرة معا لأسرة صحية صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم نورنا نوركم أي قصة إحنا في البعدين دي يا جنة تمام هي الفكرة جات من البداية خالص أن إحنا دايما ممكن نبقى بنواجه في مجتمعنا أو حتى في أسرنا إحنا الشخصية فكرة أن في إنجاب بس إحنا مش بنفكر كويس قبل ما ناخد الخطوة دي فكررنا أن إحنا نتكلم مع الشباب زينا زيهم أو سننا في نفس السن أن إحنا إيه هي الحاجات أو النقطة اللي مفروض نفكر فيها كويس قبل ما ناخد فترة الإنجاب أو خطوة الإنجاب نا استنيجي بس إيه قصة بعدين إحنا في البعدين أنا وصل وأنا يعني بفكر فيك إحنا في البعدين مثلاً البعدين الفكرة إيه؟ تمام هو إحنا كمصريين عندنا كلمة مشهورة قوي فكرة أن إحنا بنأجل كل حاجة البعدين بعدين فممكن ثقافة إن إحنا نعرف أكتر عن الصحة الإنجابية أو عن إيه الحاجات اللي إحنا مفروض نبقى عارفينها قبل ما نتجوز أو قبل ما نخلف دايماً بنأجلها اللي هو لما تجوز أبقى أعرف أو ممكن تفاجئ فجأة إن إحنا خلاص خلفنا ولسه ما عارفنيش هنعرف بعدين أو بالضبط فعلشان كده فكرة إحنا في البعدين هي فكرة إن دلوقتي هو البعدين اللي إنتوا بتأجلوا له وإن دلوقتي المفروض تعرفوا أكتر عن الصحة الإنجابية وإن إحنا إزاي ناخد الكرارات دي عظيم جداً هنتكلم بقى عن الحاجات اللي إنتوا بتوعوا بيها الشباب عشان مسألة الصحة الإنجابية وإمتى بالضبط لكن خليه رح للمحمد نفهم منه برضو مبادرته جاءت إزاي؟ في البداية خالص إحنا كنا يعني شايفين إن إحنا كشباب بنشوف على أرض الواقع إيه المشاكل اللي ممكن يعانوا منها في موضوع الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة وده كانت حاجة مهمة جداً بالنسبة لنا إن إحنا ننزل نوعي الشباب من خلال سواء بقى فيديوهات على الفيسبوك أو سواء حتى ندوات على أرض الواقع فده كانت شيء مهم جداً إن إحنا نوعي الشباب بأهمية الموضوع دي لأن الموضوع دي إحنا ممكن نكون بنعيش فيها دلوقتي وأجيال موضوعية كانت بتعيش فيها فإحنا مش عايزين إن مستقبالنا يبقى بالشكل ده حايزين مستقبالنا يبقى أحسن فلازم نوعي نفسنا ونوعي الشباب حوالينا بأهمية الموضوع دي عشان إداروا ياخدوا بالهم بعد كده من يجي ياخدوا قرار الزواج أو قرار الإنجاب وهكذا فكرة اللي بقى نشر الوعي حصل إزاي؟ فكرة المبادرة كلها لما تيجي تقول إحنا عايزين ننشورها بين الشباب إنتوا بتروحوا الشباب واللي هم اللي بيجي لكم إنتوا بتختارهم إزاي؟ القصة كلها مشاء إزاي؟ في البداية خالص يعني كانت أهم حاجة عندنا برضو إن إحنا نبقى عندنا استبيانات فلازم نعمل استبيانات بحيث أن إحنا نفهم أرض الواقع اللي إحنا لازمين فيها إيه المواضيع اللي ممكن يكونوا مفيش عندهم معرفة بيها أو إيه المواضيع اللي هم محتاجين يتوعوا بيها ودي كانت أهم حاجة عندنا إن إحنا قبل ما ننزل في أي حتة يبقى عندنا استبيان أو يبقى عندنا زي ما نقول أرض صلبة إحنا نزلين متأكدين إن إحنا هنقدر نفيد الناس في المواضيع اللي هم فعلا محتاجين استفادة فيه فده كان في الأول خالص وبننزل باستبيان في المناطق اللي إحنا كنا مستهدفينها وبعد كده بنبدأ بقى يعني زي ما نقول بنعمل دعاية أو زي ما نقول بنشوف بقى الشباب هنجمع فين ونبتدي نتكلم معاهم بقى في المواضيع دي في ندوات ونبتدي نتأكد إن هم فعلا يقدروا يطبقوا المعلومات اللي هم خدوها دي على مدار مجتمعاتهم الصغيرة وعلى مدار كمان معرفة عظيم أنا عجبني أولا محمد على فكرة طرحك للمبادرة أمام سيادة رئيس وكنت أتفرج على كل تفصيلة فيها ومستغرب زي شاب صغير زيك بيفكر في حاجة زي دي وبيوعي وانت كمان على فكرة ما هو برضو العمر ليه كنتوا لتنين انتوا شباب صغير يعني انتوا فكرتوا في نقطة زي دي حاجة مهمة جدا على فكرة انت ماشية زي يعني خطتكو إيه في المبادرة بتاعتكو تمام هو إحنا يعني النقطة الأساسية اللي كنا بنركز عليها فكرة إن إحنا بما إننا كلنا شباب وكنا بنخاطب شباب إن إحنا نتكلم بأسلوب مناسب لنا أو إن إحنا نوصل لهم بطريقة مناسبة لهم فكنا معتمدين أكتر إن إحنا نتكلم عن طريق الفن والطرق اللي فيها تفاعل أكتر علشان يبقى الكلام هو مش ماشي طريق واحد أو إن إحنا بس بنقول واحد اتنين تلاتة لا إحنا بنتكلم مع بعض وبنتناقش مع بعض فكنا بنستخدم تقنيات زي المسرح التفاعلي علشان يبقى فيه نقاش أكتر بيننا وبين الشباب اللي بيحضروا بس بالنسبة للخطط المستقبلية ففكرة إن إحنا إزاي هنقدر نطور أكتر من التقنيات اللي إحنا كنا بنستخدمها وأنتوا تعرفوا بعض ومنين كل المبادرات دي يعني أنتوا تقابلتوا إزاي تعرفوا بعض منين نسقتوا المبادرات دي إزاي مع بعض علشان تقدروا تشتغلوا كده بتيمورك بالمنزر دي طبعا في البداية يعني كان فيه زي ما نقول كان فيه مسابقة بتتكلم على الموضوع بتاعة صحة الإنجابية وإن إحنا ننشر الوعي فيه طبعا فيه شباب كتيرة جدا قدموا وإدارنا فعلا من المسابقة دي إن إحنا نكون مجموعات المجموعات قدرت فعلا إن هي كل مجموعة تطلع فكرة يعني فيها كمية إبداعك رهيب جدا لأن فعلا وكل مجموعة قدرت فعلا إن هي تنشر الوعي بطريقة مختلفة طريقة إيجابية وطريقة مبدعة فدي كان عامل محفز لنا جدا إن إحنا نقدر نحن نبتدي شغل فعلا على الأرض الواقع وفعلا مهم جدا إن الشباب تبتدي شغل في الموضوع ده لأن برغم برضو من توجهات الدولة العديدة في الموضوع ده وتصرحات سيادة الرئيس في الموضوع الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بس دايما دور الشباب مهم جدا لإنما الشباب يقدر يواعي نفسه بنفسه صح دي حاجة مهمة جدا رسالة تصل بسهولة لأننا من جيل واحد بالضبط كده فهو يقدر يفهمك وأنا أقدر أفهمه فنقدر نوعي بعض أو نقدر نبقى يعني على أرض مشتركة فنقدر إن إحنا ننشر الواعي بطريقة إيجابية وننشر الواعي بطريقة سريعة جدا عظيم جانا ننشر الواعي للمقبلين على زواج أو للشباب بشكل عام للشباب بشكل عام لأن أنا مش عارفة بالضبط هو هيبقى مقبلة على الزواج إمتى وممكن إحنا أكتر كنا من نستهدف شباب الجماعات في منهم ممكن يبقى جوز سنة 19 أو 20 يخلص دراسة وممكن يبقى بعد الجامعة أصلا فهي ممكن نقول إن الفترة بتاعت الشباب لو هنبدأها من بعد الثمانتاشر اللي هو بعد سن الطفولة لحد مثلا تمانية أو عشرين أو كده فكل دول بالنسبة لنا شباب ممكن في أي مرحلة يبقوا مقبلين على الزواج أنا مبسوطة قوي إنك درسة يا جانا ومبسوطة قوي إن أنت مركزة في التفاصيل الصغيرة إن سن الطفولة بينتهي عند الثمانتاشر سنة يعني الكلام مش طالع أتباطي بس أنا عايزة أعرف أنت جماعية يعني اتخرجتي خلاص ولا أنت لسه طالبة جماعية وإنت كمان يا محمد عرفتوا عن المسابقة منين هل المسابقة بينكم بيحصل في بينها تنسيق أو المبادرات بتاعتكم يعني أعرفوني أكتر تفاصيل وإحنا يعني إحنا كنين نتخرجنا لسه السنة دي بس الأول ما دخلنا المسابقة كنا لسه طلبة هي كانت المسابقة أصلا معمولة لشباب الجماعات ففي فترة البداية كنا لسه في كلية وبعدين كل واحد أطلق مبادرة لوحده أو بالتنسيق مع بعض هو إحنا كل حد فينا فيه تيم للمبادرة بتاعته يعني أنا معي حسن ويوسف وأنا معي محمد أسامة وعلي تامر وأحمد إبراهيم كانوا معانا في المبادرة كل مبادرة كانت بتتركز على منظور معين أو منظور مختلف تقدر من خلاله تنشر الوعي يعني مثلا جانا كانت بتتكلم على المسرح التفاعلي إحنا مثلا كنا بنعملين فيديوهات وكنا بننزل على الأرض الواقع نعمل ندوات وكل تيم كان بيبقى لين منظور المختلف اللي يقدر من خلاله ينشر ويوعي الناس بالموضوع ده حلو بنقول إيه بقى للناس؟ الكلام اللي بنقوله عشان نوعيه هم الصحة الإنجابية تمام هو إحنا بالنسبة لنا مثلا كان بالنسبة للفيديوهات الأونلاين كنا دايما بنقسمها لثلاث مراحل عمرية مرحلة قبل الجواز ومرحلة أثناء الحمل ومرحلة بعد الحمل طبعا قبل الزواج وديكت نقطة مهمة جدا حتى سيادة رئيس تكلم فيها في المؤتمر إن إحنا لازم نوعي الناس بمثلا أهمية الفحوصات اللي ما قابل الزواج الأمراض الوراثية لازم إزاي نبقى واخدين بالنا منها ونعمل الفحوصات بتاعتها طبعا وديكت والدعم النفسي طبعا للمقبلين على الزواج فترة أثناء الحمل بقى كنا بنتكلم برضو عن مواضيع مهمة جدا زي مثلا دور الرجل في الفترة دي إنه إزاي يقدر يعني ليه دور فعال في الفترة دي وكمان الفحوصات اللي لازم المرأة تتخذها في الفترة دي عشان تضمن إن طفلها إن شاء الله ييجي بسلامة وبعد بقى يعني بعد الحمل كنا بنتكلم برضو عن مواضيع إن إزاي الطفل لازم يعتنى بيه في أول ألف يوم وطبعا أهمية المبعدة بمينة الحمل لإنه دي حاجة مهمة جدا بتدي العناية للطفل وبتكون له شخصيته لإنه طبعا كلنا عارفين إن الطفل أول كام سنة من عمره دي أهم كام سنة في حياته صحيح بيالحق ياخد من بابا ومامته بزبط بقى في رعاية بزبط أطفال ولا شفتوا أطفال عندها المشكلات من نقص وعي الأهل يعني إيه اللي لفت نظركوا أصلا للقصة دي إنكم تدخلوا في التفاصيل الصغيرة بتاعتها طبعا ممكن زي ما قلت في الأول إن إحنا سواء في الناس القريبة مننا قوي ممكن نبقى بنقابل الموضوع ده أو ممكن موقف قبلتني أنا شخصيا كتير حاجة سيادة الرئيس تتكلم عنها فكرة إنه ممكن تكون البنت بتتجوز ويبقوا لسه مش عارفين بعض كويس ويخلفوا بعد كده يحصل طلاق ويبقى فيه طفل موجود في النص فممكن أنا من الناس اللي قبلت المواقف دي بشكل كبير حتى حوالي فدي كانت حاجة من الحاجات اللي حفزتني لإن أنا أبدأ الموضوع ده وكمان علشان أنا شخصيا لما سمعته عنه أول مرة أو حضرته كنت شايفة إنه حاجة مهمة قوي إن أنا أبقى أفكر فيها مستقونا صحيح ونقول للناس إنه إحنا أول ما نتجوز نستنى نستنى سنة حتى مع بعض نتعود على بعض حتى بزبط ودي برضو كانت نقطة مهمة جدا يعني أنا يمكن الأثار انتباهي إنه إحنا نبتد نشارك في الموضوع ده حتى وإحنا لسه مش متجوزين إنه إحنا فعلا يعني حتى سيادة الرئيس أما جي تكلم قال مثلا على مناطق المرج والخصوص والمطارية يمكن أنا من المرج وأعرف كويس قوي كمية الزحمة وكمية الناس وكمية الأطفال اللي موجودين في المناطق دي فلا ده شيء مهم جدا لإنه فعلا لما الواحد بينزل المناطق يعني أنا عايش في المناطق دي فباجي فده ساعدك كمان أنت تعمل برضو بتاعك بزبط ففعلا للفكرة فيه فيه أطفال كتير فيه فيه عدم عناية كتير بالأطفال للأسف الشديد الأمة أو الأب ببقاش قادر إنه يخد باله من الطفل إنه هو عنده مش طفل يعني مثلا بقى فيه ناس كبيرة جدا وعندها أطفال وعندها ناس في سن الجواز فما فيش عناية ما فيش هو بس بيخلي فهو مش قادر يستوعب إنه فعلا ده بيعمل المشكلة وإنه ده يبقى كبير جدا على الدولة لإنه ده صعب جدا إنه الدولة تقدر توافق يعني الموضوع هيبقى بالنسبة للشخص صعب وبالنسبة للدولة إنه صعب إنه يخد كل العناية بكل الأشخاص اللي موجودين دولا الفكرة هتفضل مستمرة إزاي يعني أنتوا أطلقتوا المبادرة والمبادرة هي موجودة دلوقتي وتم عرضها حتى أمام سيات الرئيس شخصيا الفكرة دي هتفضل مستمرة أو المبادرة هتفضل مستمرة في الكلياتكم إزاي وإنتوا تخرجتوا يعني فيه بقى كلبز أو فيه أسر أو فيه يعني ناس مكملة من عمر أصغر منكم مكملين في الكلية وجيل بيسلم جيل وبتدوا خبراتكم للي بعدكم تماما إحنا ممكن يعني حتى قبل من الموضوع يتعرض كان وزارة التخطيط ليها دور كبير في إنه إحنا نفكر إزاي ممكن نكمل ده بشكل مستمرة أكتر بالنسبة للمبادرة إحنا في البعدين فبما إننا كنا الهدف الأساسي إحنا نتكلم مع الشباب أو شباب الجماعات بشكل أخاص إن إحنا نبدأ نعمل التقنيات بتاعة المسرح التفاعلي أو التعليم النشطة والأنشطة اللي إحنا كنا بنعملها داخل الجماعات ممكن يبقى فيه دعم من مجلس الأعلى للجماعات في النقطة دي أو إننا نبدأ نشوف الأسر اللي موجودة جوه الجماعات وندرب الشباب بتوحى إن هم إزاي يستخدموا التقنيات دي وينفزوها بعد كده بشكل مستمرة عظيم محمد جميل إنه يكون فيه مبادرات لكن الأجمل إنه إحنا نشوف استجابة من الشباب ده أكيد طبعا لإن الفكرة كلها إن إحنا حتى المبادرات دي يعني إحنا حتى كنا نتكلم في الخطة المستقبلية أمام سيادة الرئيس كنا نقول إن إحنا نفسنا جدا إن إحنا يبقى عندنا شراكة مع مختلف المؤسسات المجتمع المدني وكمان نشتغل في القرى اللي فيها حياة كريمة لإنه مهم جدا لإنه ده ننشر الوعي في جميع القرى مصري يبقى عندنا ناس سفراء في كل حتة في مصر تقدر إنها تنشر الوعي وكمان تقدر إنها تشوف الشباب وتشوف ردود فعل الناس على أرض الواقع دي كانت حاجة الحاجة التانية طبعا إن إحنا يعني كان نفسنا طبعا إن إحنا ننشئ موقع أولاين خاص يعني طبعا يبقى مسؤول يعني الجهات المختصة لكن نفسنا لا هو نفسنا إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله بإذن الله يتم إطلاق موقع أولاين تحت إشراف الجهات المختصة لإن إحنا فعلا نفسنا جدا إنه بقى في حرية للناس لإنه فعلا في ناس كتير أو بتبقى عندها ضغط مجتمع إنها ممكن تشارك في الأحداث دي على أرض الواقع بس مثلا لو في وسيلة على النت أو يقدر فعلا أو يقدر يدمن إن الناس يعني هو فعلا بيسأل حد يعني مصدر ثقة فيقدر أنه يتلقى الإجابة ويتلقى العلم من غير بقى ضغط مجتمع أو من غير أنه يتطلب نزوله إلى أرض الواقع أوكي أنتو بتكلموا أي شباب شباب اللي موجودين بس في القاهرة ولا بتكلموا كل المحافظات وبتكلموا فين مين تمام هو لأمش بس شباب القاهرة يعني ممكن من ضمن الأهداف في المستقبلات تعيتنا أن إحنا نكون وصلنا لكل المحافظات بالنسبة لنا إحنا بدأنا في القاهرة بس ممكن بالنسبة لمحمد فهو اشتغل في ثلاث محافظات مختلفة إحنا إحنا اشتغلنا في ثلاث محافظات مختلفة غير القاهرة على الأرض الواقع كانوا مطروحوا لقصوا للفيوم فحاولنا نروحة المحافظات الحدودية آه يعني إحنا حاولنا إن إحنا شغلنا في الفترة اللي فاتت يبقى بعيد شوية عن القاهرة يبقى في محافظات حدودية يبقى في أماكن فيها نزها بالإنجاب عالية بحيث أن إحنا نقدر ننشر الوعي في الأماكن دي وإن شاء الله بإذن الله في المستقبل ننزل محافظات أكتر وعندنا سفراء في كل محافظات مصر إيه اللي لمستوه أو إيه اللي لمستوه تحديدا بما أنك زورت أكتر من محافظة؟ إيه المختلف من كل محافظة عن التانية؟ كل محافظة المختلف عن كل محافظة عن التانية المواضيع اللي إحنا ممكن نتكلم فيها يعني مثلا في محافظات أكثر الموضيع اللي احنا ممكن نتكلم فيها أو أكثر الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم فيها هي موضيع ما قبل الزواج في محافظات تانية أكثر الموضيع اللي محتاجينها مثلا موضيع أثناء الحمل الفكرة كلها أن احنا لازم قبل ما كنا ننزل أي محافظة كنا لازم نعمل استبيان للناس اللي احنا عارفينهم في المحافظة علشان نقدر نكون موضوع فعال يعني أنا مش مجرد بس أن أنا بروح أقول أو ألقي ندوة أو نعمل مثلا حدث تفاعلي معه تفهم طبيعة المجتمع. بالضبط. لو يبقى فعل ورد فعل. بتكلم مين في المحافظة لما تروح؟ يعني بتتعامل بقى مع منظمات مجتمع مدني. بتاخد معلوماتك من فين عشان تبقى عارف انت رايح تكلم مين وتعرف تكلمه باللغة المناسبة اللي توصله رسالتك. طبعا هو كان فيه حاجة طبعا نحن بنعمل شركات مع مؤسسات مجتمع مدني مختلفة. كان دايما مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بينا. كنا بحرسين نها. لهم مثلا يديونا طبيعة المحافظة. لهم يديونا مثلا ناس نقدر نتكلم معاهم قبل طبعا ما نكون حتى محتوى الندوة وحتى كمان محتوى الفيديوهات. لازم نبعارفين كويس جدا نحن نزدين نتكلم في إيه. ونزدين نتكلم الفئة اللي نحن نزدين نتكلم معها. إيه المواضيع اللي ممكن تفيدهم. وهم فعلا نقدروا تفيدوا مجتمعاتهم بيه. عظيم. بنخصص وقتنا إزاي يا جنة عشان نقعد مع فريق العمل ونخطط اللي جاي؟ تمام هو ممكن. كنا كلنا في كليات أصل مختلفة. فدي كان فعلا شوية حاجة محتاجين إن احنا نزبطها مع بعض. بس فكرة إن احنا كنا كلنا عندنا لديفع إن احنا نعمل الحاجة دي. ده كان من ضمن الأسباب الأساسية اللي بتخلينا نخصص وقت محدد إن احنا سواء هنخطط فيه. إحنا هنشتغل إمتى. أو إننا نبدأ ننظم فعلا الفعالية. لو حتى لو مش هنتقابل مثلا بيكون فيه تليفونات مثلا يومية. ممكن يبقى فيه زوم ميتينج مثلا أو تليفونات أو واتساب. بالضبط ده برضو كانتكسة. بالنسبة لنا إحنا كنا أربع شباب من أربع جماعات مختلفة في أربع كليات مختلفة. فطبعا إن إحنا كنا نتقابل دي. وكان طبعا فيه فترات امتحانات وهكذا. فطبعا كان أهم اختيار كان بالنسبة لنا وأحسن اختيار. اللي إحنا كنا نعمل مثلا حاجة على مواقع اللي هي المواقع التواصل الأونلاين. كنا نعمل مثلا فيديو كول أو نتصل ببعض. دي كانت أهم حاجة. يعني الكورونا كان لها إيجابيات في الموضوع ده. فقدنا أن نستغل الإيجابيات دي. صوروا الاتصالات اللي حصلت في الفاتر. بالضبط جد. التنصيق بين المبادرات بيحصل إزاي؟ يعني إحنا عندنا مبادرتين دلوقتي موجودين معانا في الستوديو. وفي مبادرات أخرى كمان تم طرحها. بتشتغلوا في المبادرات إزاي؟ هل المبادرة بتخدم مبادرة وبيتم التنصيق ما بينهم؟ ولا لا كل واحد شغال على حدة وانتوا بتقدموا الدعم بس لبعض كأشخاص يعني وأفراد؟ هو إحنا أكيد كان فيه حاجات بنتناقش أو بنقدم دعم فيها لبعض إن إحنا نطورها إزاي سواء عندنا أو في المبادرات التانية. بس إحنا الفكرة في أن التراكس اللي إحنا شغالين عليها أو كل حد شغال من منظور مختلف يعني ممكن أنا في المبادرة مركزين أكتر على التعليم النشط أو مركزين على التراك التعليم أو جوى الجماعات. عند محمد كان مركز أكتر على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. فهو إحنا ماشيين في طرق مختلفة بس فيه نقاط مشتركة بينه. بزبط وإحنا مثلا لو نزلنا محافظات المبادرات التانية حابة تنزلها نقدر ندي معلومات لبعض عن المحافظات دي لأن إحنا كلنا يعني عندنا نفس الهدف بوسائل مختلفة. هل في داتا بيز بتجمعكم؟ هل في قاعدة بيانات أنتوا أسستوها أو في خطة أن يبقى في قاعدة بيانات بحيث المعلومات دي ما تبقاش بس متشالة في مخ أفراد تبقى موجودة بحيث أكتر من فضل يقدر يستخدمها ويقدر يستغلها ويحدثها كمان. هل فكرتوا بحاجة زي كده؟ هو طبعاً إحنا المبادرة بتاعتنا كان عندها قاعدة بيانات في المحافظات اللي إحنا ظنناها وبرضو قاعدة بيانات للدكاترة كمان اللي صوروا الفيديوهات. دي كانت حاجة مهمة جداً بالنسبة لنا ودي تضمن استمرارية المشروع. لأن إحنا طبعاً مش هنزور المحافظة مرة نفسنا نزورها كتير. فلازم عندنا التواصل جاي جداً بالناس اللي موجودين في المحافظات وكمان الدكاترة اللي صوروا معنا. جميل جداً فكرة إحنا مش رحنا محافظة خلاص مش هنحنها تاني لأ إحنا نرجع بعد فترة تاني عشان نشوف نتيجة مدريتنا وصلت لفين. بالضبط. بالضبط. ده جميل. إحنا بنشكركم شرفتونا ونورتونا. شكراً جداً. وبنشكر كمان الفرق اللي معاكو يعني زمال كل ما سعدهم شنوما الحظنوما يكونوا موجودين معنا. نحن نشكرهم شكراً جزيلاً على مجهودكو وعلى تفكيركو أصلاً في مبادرات بالشكل ده. جانا خالد مؤسس حملة إحنا في البعدين لتعاية الأسرة المصرية ومحمد طه مؤسس مبادرة معا لأسرة صحية شكراً جزيلاً لك. شكراً جداً. نورتونا. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباحاً في ريا مصر.